برضو خلينا نسمع بقية الضيوف معنا هنا برضو الأستاذ هاني أستاذ هاني حياك متجاوز؟ طيب لما جيت تتجاوز كانت الطلبات تاعت الجواز والشابكة والمهر والحاجات دي كانت بسيطة ولا كانت حاجات بسيطة وغير مبالغ فيها بس طبعا خليني بس أنا أعالج المرض قبل العرض لأنه طبعا هناك تفشي موجود داخل المجتمع اللي هو اختلاف ما بين مجتمعات سواء كان بقى مجتمع حضري أو مجتمع عريفي في طلبات الزواج أو المهر فالزواج رابطة اجتماعية ما بين زوجين بيكون لها حقوق سواء كان مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها فبالتالي احنا بنختلف في صور المهر بيكون كام للزوجة باختلاف المجتمعات ممكن يكون أو يقدم للزوجة في صورة مال ويكتب ليها وممكن يكون في صورة متطلبات برضو يكتب ليها بالنص زي ما نبقالت بالانتفاق بس خليني يعني ألمس حاجة مهمة جدا أو أنا هغير في مسامة كده تنازل هغير كلمة تنازل لأن التنازل هنكلم عليه كمان شوية لما نقول ممكن نتنازل في المشكلات والخلافات ما بيننا وبين بعض أما كلمة تنازل في الزواج لا هنسميها كرم كرم الأخلاق سواء كان من الأهل أو الزوجة أو تيسير أو تسهيل فبالتالي في فترة تسبق الزواج اللي هي فترة الخطوبة فترة الخطوبة هي فترة اختبار ما بين الزوجين اللي هو الشاب والفتاة هي بتختبره في الشهامة والرجولة وكذا وكذا هو بيختبره برضو في نفس الموضوع طيب فبالتالي هو يقابل الطرف التاني يقابل الكلام ده بانه هو ايه يحسن معاملتها يحسن معاملة طبعا يعتبرها من الناس اللي هي فعلا وقفت في ظهره في موقف مواقف فبالتالي ان احنا هنخلص من موضوع الخلافات ومشكلات هركز بس على حاجة مهمة جدا اللي هي حسن الاختيار حسن الاختيار يقلل المشكلات والنزاعات ما بين الأزواج بعض وبعض بس خلينا في حاجة مهمة جدا ان انا ممكن اعمل فيه او يكون فيه تسيير مني او تسهيل مني انا كفتاة مثلا بس بعد كده لما تحصل نزاعات وخلافات مجيش اقولك انك انت عشان تسهلت معاك عملت فيها كده اعملت فيها او العكس او العكس بقى انا اللي كنت مقساهلة معاك احنا لازم يكون المواد ده والرحمة بين الزوجين احنا لازم يكون فيه محبة المواد ورحمة بين الزوجين هو على حاسب شكل الخلاف هو وصل بالخلاف معها لدرجة ايه وده برضو اللي احنا لسه بنتكلم فيه احنا قاعدين لان في الاخر احنا مثل مصري عربي معروف اللي بيجي رخيص بيروح رخيص صاحب الجوازة نفسها والزوج نفسه ممكن يستغل المثل ده ويقوله لمراته اللي اهلها ساعدوه ورديه وتسهله برضو عوزين اسمع رأيي استاذ مصطفى بما انك برضو بتتعبر عن طبقة او شريحة من الشباب في سن معين والله الموضوع ما فيش حاجة اسمها اللي جي رخيص بيروح رخيص انا مش بشتري بضاعة او سلعة اللي هو بشتريها غادي او رخيص لا خلص انت لسه اشهر عازب على يعني اه لا انا مش مرتبط هو الوحيد اللي مش متجاوز في القصة دي فهنشوف بقى رأيي جات العروس اقيت لك عاية شبكة زي بنت خلتي والله هو الموضوع برضو بيرجع لانا انا واختياري انا مختار مين وهي عارفة ظروفي لو حاجة في استطاعتها هعملها اكيد انما ما تبقاش هي بتضغط عليها انت بتستطيع بس جيت قلت لها دي بلا فضة كده يا حبيبتي ولا شبكة زيارة لا ده بخل لان اكيد لو انا اخترتها دي او الانسان شركة حياتي دي انا تبقى في نظري فلوس الدنيا هو لو قدر ومجابش بخين ده بخل كلنا واحدة لو قدر ومجابش بخين ده بخل فانا معايا ليه ما يخليكيش احسن واحدة يعني ليه يخلي بنت خلتك احسن منك وبنت عميتك مش عارف ايه لو انا معايا لو انا معي انما لو انا ما معيش وهي بتضغط عليها لا فالراجل هنا لا يسيب العلاقة دي اصلا طب ما انت بتقول كلام زي الفل لهو على فكرة يعني فعلا لو هو معهوش غير امكانيات معينة بالزرق وهي عارفة الامكانيات دي واكيد قد تكرل اهلها صح يا مونة ايه ان هو امكانياته كذا 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 وقبله يقابلوك فما ندعطش بقى ايه نضغط يا من الاول نقول لي احنا مش عايزين ومش مستعدين يا اما نقبل طب لو لقيت تايسير بزيادة عن نظر بقى يا ابني احنا بنشتري راجل والمهم ان انت تكون كويس وتريح بنتينا والله الموضوع بيرجع الاختيار انا لو بشتري راجل فعلا وحد ابن اصوله بيقدر اللي بتعمل عشانه فاكيد هيبقى مقدر ده مش هيستغله مش هيجي بعد كده يحس ان هيبقى دقينا في عين بالزبط فهنا بقى كل ده بيرجع الاختيار وتوفيق ربنا بقى ان انا اختر الشخص ده طب جمب قالوا لك كم دي بقى على حاجات عشان بس يعني وحدش عارف الظروف وتختلفوا فيبقى بنتينا معاها حاجة تدفع عن نفسها بيها والله لو في استطاعتي وحاسس ان الموضوع مش استغلال حد بيستغل لحبي فانا اعمل كده جدا نعم ويساز ريدا قال لك ادمر لاحق استغلال في ايه سؤال انت بذلك امكانياتك فان انت تجيب لها الحاجات اللي هي قبل الجواز زي الشبكة زي المهرم امكانياتك محدودة بتبدي حياتك فقالوا لك تمام ما فيش مشكلة بس اكتب لها انه لقدر الله في المستقبل لو حصل اي حاجة يبقى حقاها مضمون ده ممكن يخليك مقلق في ايه لا ما يخلينيش مقلق او مؤخر لا يعني انا محسش ان حد بيستغليني او بيمسكني من حتة اللي هو انا همسكك من حتة كده عشان ما تفكرش تعمل حاجة لا هو الموضوع مش كده طب انت جيت ما قدمتش مؤخر صداق كل حاجة يعني او الصداق بيبقى فيه مؤخر على الزوج يعني امانة في رأبة الزوج وما كتبتش وقالوا لك اكتب تزعب لا ما زعلش الشخص السوي بتهقلي ما يزعلش انا لو بحبها وهي بتحبيني كل الحاجات دي مش هتفرق معنا ولا هي هتفكر فيها ولا انا هفكر فيها الله ينور علي انا مش هيفرق معايا ولا هي هتفرق معايا تتنزلوا عن كل حاجاتها تجيزها طب اني بسمع كلام في منتهى العقل من كل الاطراف ساعة الجد وساعة الجواز تلاقي معرفش اين بيحصل